السلام عليكم أصدقائي حلقتنا اليوم بأنوان هل الإسلام دين سياسي؟ الإسلام برأيي هو دين ألماني ولد من رحم الدولة ولم ينزل لمحاربة الوثنية في هذه الحلقة سأتناول عدة قضايا ومواضيع منها في أن الإسلام ولد كما قلت من رحم الدولة ولم تولد الدولة من رحمه وأن الجانب الروحي ضعيف جدا فيه وأن الإسلام يكاد يكون ألمانيا من حيث وضعه عقيدة للدولة وفي أن طقوسه وإن كانت في أغلبها ميكانيكية مفرغة من المعنى وتصب دائما في صالح المعبود وليس العابد والمعبود كما نعرف هو الذي يمثله رجل الدين أو رجل السلطة وفي أن محاربة الألمانية اليوم من قبل الإسلاميين أشبه بحرب بين توجهين سياسيين وفي أن الإسلام لم يظهر لمحاربة الوثنية التي لم تكن منتشرة في المنطقة عن ذلك وفي أن ظهور دين جديد كان قديما معناه ظهور حزب سياسي جديد يطمح لتقلد مناصب السلطة وفي أن محمدا لم يأتي بجديد فيما عدا أدعاء النبوة وحتى هذه أيضا كانت قديمة ومتكررة وسأتطنق أيضا إلى أن الإسلام مولد لك يحكم الحياة وليس لينقذ الروح وفي أن الإسلام دين سياسي ظهر ليحكم باسم القبيلة وليس باسم الله وفي أن الرسول محمدا لم يكن رجل ديني إنما رجل حكم وسلطان وسيرته وفقا للتاريخ المرقول تقول ذلك نبدأ على بركة الله لو تأممنا في سيرة جميع الأديان الشمولية الكبرى لا اكتشفنا بسهولة أنها لم تصبح كبرى من تلقاء نفسها ولا ببركات آلهتها إنما جرى تكبيرها قصدا وعنوة وفوق بحار من الدم وليس بلا الدعوات السلمية فهي جميعا وبلا استثناء انتشرت بحد السيف والسلطة القاهرة إنها أرغمت جميع الشعوب التي حكمتها على الإيمان بها والسجود لها والقائمين عليها طبعا أثر تحالف كهنوتي سياسي بين طبقة رجال الدين وطبقة رجال الحكم والسلطة هذا ما حصل طبعا مع المسيحية وقبلها بالزرادشتية والتاوية والبوذية وبعدها أيضا المانوية والإسلام في جميع الحالات كان الدين أداة خاضعة كليا للسياسة وملبية لحاجاتها وحاجات من يتولى أمرها البعض يقول أن الدين كان أداة هذا لا يعني بأنه الدين هو بريء من الموضوع إنما هو أصلا وجد لكي يكون أداة للسياسة وليس هو ضحية للسياسة الموضوع يبدو ملتبس أكدين أنا لا بد أشير هذا المسألة الدين لا ينفصل عن السياسة بأي شكل بل أننا إذا ما تمعنا في مفهوم الدين الدقيق سنكتشف أن السياسة لا يمكن لها أيضا أن تنفصل عن الدين كلاهما يتواجدان معا دائما ولا يمكن أن يوجد أحدهما بمأزن عن آخر العلاقة إذن قوية بين الإسلام كدين والإسلام كدولة بل يكاد يصح القول أن الإسلام ولد من رحم الدولة ولم تولد الدولة من رحمه وهذه الولادة المصنوعة طبعا على يد الفقهاء هي التي جعلته آيديولوجيا متواصلة ملبية لحاجات الدولة وصلاطينها في كل وقت وفي كل زمان مفهوم الدين واسع جدا ولكن هناك وبشكل عام مظاهر أساسية لكل دين منها العقيدة والأسطورة والطقوس والإيمان بالآلهة وكثير غيرها لكنها جميعا يمكن أن تفتقد كل شيء إلا الطقوس وهذا ما يميز بينها بقوة لكن الدين شبه الوحيد الذي لا نجد فيه طقوسا مميزة وخاصة به هو الإسلام طبعا هناك إشكالية باعتبار الدين وفقا للمنظور اللاهوتي أو الفلسفة في هذا موضوع آخر راح أخصص لحلقة خاصة وأعتقد أن ضعف هذا الجانب الديني في الإسلام وهو جانب مهم في أي دين يعتبر نفسه دين هو اللي يسمح بصمود الإسلام مع الزمن أي أن الجانب السياسي العنيف العقائدي كان هو أقوى من الجانب الديني داخل الإسلام وهو كان دائما هو المتواجد على أرض الواقع أي أن خوائل الإسلام الديني كان عامل قوة له وليس ضعف الإسلام استلف أو استعار جميع الطقوسة من الأديان الأخرى ولا نكاد نجد طقس أو فرض إسلامي أصيل واحد وخاص بالمسلمين فقط بل أن المسلمين لم يكتفوا بأخذ هذه الطقوس من الأديان الأخرى لكنهم جردوها من طابحها الديني ووظفوها سياسيا لصالحين تخيلوا حجم السياسة في الإسلام أنه تحولت حتى الطقوس إلى قالب جامد وشكلي وراح أوضح كيف أقول جميع الفراض الإسلامية غير موجهة لمصلحة المسلم الفرد الذي يمارسها بنفسه إنما لله أو لمن يمثله فقط الصلاة مثلا مأخوذة من الزرادشتين يعني خلطة من الزرادشتية واليهودية لكنها مفرغة من المعنى فهي مجرد تكرار لكلمات قالها الله نفسه يعني تخيل أنه أنا مسلم أصلي لكن أصلي وأدعو أصلي بكلمات بآيات أنزلها الله إليه فأني أعيد قراءتها إليه وكأنني يعني يعني أقول شيء هو قالها فما الجدوى يعني هذا الكلام هو يعرفه فأني ليش أكرر إليه هل يفترض أنا عندي وجدان وعندي تطلعات وعندي أشياء التي أقولها يا ربي لا هذا ما موجودة بإسلام ولو تأمننا الفترة المكية فسنرى أن من الصعب تماما اعتبار إسلام دين مستقل بمعنى الكلمة كان مجرد مشروع دين فاشل لماذا؟ لأنه لم يحظل بمقبولية كبيرة بين المكيين وعلى مدى 13 عام فلم يكن هناك ما هو متميز في الدعوة المحمدية المكية سوى الدعاء النبوة وحتى هذه توجد عليها شكوك فلم تكن هناك فرائضة دينية واضحة ومتميزة وفقا للمرويات الدينية نفسها ولا توجد دعاء القوي على أن الوثنية كانت منتشرة بين الجاهلين أنها لم تكن سوى مظهر من مظاهر التخلف العشائري الطبيعي في الجزيرة العربية وحتى هذا المظهر الوثني كان مصدر رزق التجار مكة وبقية الوثنية هي مصدر رزق حتى يومنا هذا أي أن الإسلام أقر بالوثنية حين وجد أنها مفيدة له وهذا تصرف سياسي ويأكد مقولتنا ألا يمكننا نعتبر وفق هذا أن الخلاف بين محمد ومكة لم يكن يتعلق بالوثنية بل كان يتعلق بخلاف سياسي بين الشاب طموح وبالغ الطموح طبعا ومجلس إدارة لمدينة عشائرية كان يدعى دار الندوة وأن هذا الخلاف قد تفجر حين رفضوا ضمه إليهم بحجة صغر سنة كما قال الرواد طبعا لكن هذه الحجة لا تصمد أمام حقيقة أنها اختارت عمر بن خطاب وأبو جهل رغم صغر سنة أماما على ما أذكر أن أبو جهل كان عمر 8 سنة الحقيقة كما يبدو تعلق بسبب آخر وهو نسب الرسول ومدى حقيته بتمثيل بني هاشم في دار الندوة ما يساعد على الافتراض أن السن اللازم لإعلان النبوة كما ذكرت السيرة والمعروف عند الجميع الآن هو أربعين عاما فقدما قارن هذا الرقم مع رغم الذي تطلب دخول الشخص إلى دار الندوة وهو نفسه أربعين سنة يبدو أنه يشير ضمنا إلى تاريخ نشوب الخلاف لكن تمت إزالة هذه المعلومات بطريقة أو بأخرى بعد تهديب سيرة ابن إسحاق على يد ابن هشام هذا الخلاف يبدو سن الأربعين جعل محمد يضطر إلى إعلان النبوة ردا على تكرار رفضه رغم بلغة الأربعين وتحقيق هذا الشرط الذي يتحجزه بزعماء ما قبلها هذا من جانب من جانب آخر أنا أشكك برقم أربعين لأن العرب كان يعتبرون سن بلغة الرجال العقلي هو الأربعين هذا بالنسبة وحتى الوقت فترات قريبة كان سن الأربعين هو سن يعتبر الإنسان الشيخ في هذا العمر لأن هذا الرقم كبير جدا في ذلك الوقت معدل أمار البشر كان ذلك الزمان ما يجاوز الـ 30 أو الـ 28 سنة أو بالكثير 35 سنة ثم ألا يكون الدعاء محاربة الوثنية الذي نقله الروات مجرد محاولة لبناء سردية إسلامية مماثلة السردية اليهودية والمسيحية وطبعا بإبراز قضية الوثنية محيط أصلا هو موثني وكان فيه غالبية العظمة هو محيط موحد ليس من يوم أو يومين إنما من ست قرون سابقة يكفي أن نلقي نظرة على التاريخ ذلك الوقت كان الأرقب أغلبية السحقة مسيحة إما نسطوري أو يعقوبي ومع نسبة لا بأس بها من المانويين وزرادشتيين الحال نفسه مع بلدات وبلدان الشام الحال نفسه مع مصر الحال نفسه مع اليمن وحتى فارس كانت مجوسية وهي ديانة لا تعتبر في كل أحوال وطنية أما القبائل العربية نفسها وكان ظهر بها داخل الإسلام كانت معظمها مسيحية فأين كانت الوثنية؟ أين هنية الوثنية؟ موجودة فقط بضع قبائل ضائع وسط الصحراء وكان هؤلاء يأتون إلى مكة يتاجرون ويتبادلون ببضاعة نسعى نقول أين كانت تواجد هذه الوثنية التي يدع الإسلام أنه جاء لمحاربتها والقضاء عليها؟ لو تردنا أن هذه الوثنية موجودة في نطاق محدود فما الحاجة أصلا لمحاربتها؟ هناك عشرات الفرق المسيحية التبشيرية كانت تتواصل العمل على محاربة الوثنية منذ خمسة قرون فماذا عدا عما بدى؟ لا جديد لم يأتي الإسلام بأي جديد هذه السئلة كلها تحتاج أعتقد هي مفاتيح لدراسات معمقة واللي همنا بها هو التساؤل عن مدى مصداقية القول بأن الإسلام ظهر على شكل دعوة دينية ثم أصبح بعدها دولة في صالح ظهور نبي كانت لديه منذ اللحظات الأولى طموحات سياسية طموحات كانت تسمى دينية نظرا لأن في ذلك الزمن كان التعبير الديني متداخل مع السياسي بل أن كلمة نبي نفسها كانت تتضمن مدلوس سياسي يشير إلى صاحبه هو معارض سياسي لنظم الحكم التي تعاصره الفكرة التي أريد أن أقولها أن الدولة هي قوام الإسلام كما يرى أهل الفقه والشرع والحكم بالضبط أي أنها ترجم الحية للإلهي في السياسي وترجم الحية للغيبي في الزمني أريد أن أخلص منه بعد كل هذا أن الإسلام ولده لكي يحكم الحياة وليس لينقض الروح ولا أن يخلصها بل أن يحكمها ويخضعها بشهادة أننا أينما توجهنا بتاريخ الإسلام سنجد أنه نظام حكم وسلطة وتدجين وقمع وهذه طبيعة أي حركة سياسية في حقبة ما قبل حداثة راقبوا كيف يتحدث القرآن عن الإنسان دائما وجهول ظلوم عقود ما خلال شيء ما حاجة عليه أيضا ما هو الجانب الروح في الإسلام إذا أنت الإنسان نفسه تعتبر جهول وحقود وخسر أين الجانب الروح؟ الإجابة تعود أعتقد لازم نرجع لأيام محمد الأولى حتى نحاول أن نجد شيء يضيء هذه الفكرة هناك حكاية قليلة عن تعبده في غار حراء لا يوجد توضيع طبعا كافي أنا قرأت تابعات كذلك لا يوجد توضيحات كافية لما كان يفعله هناك كما أنما قيل عن تعبده هناك فما كان يدل على وجود تجربة روحية فقد تكون تجربة نفسية أو تعبدية إنما تجربة روحية بمعنى الكبير بمعنى التجربة الروحية معروف الكرخي الحلاج الجنيد ما موجودة هذه التجربة لا يمكن مقارنتها وإضافة لهذه الطريقة في التعبد ما كانت مؤتادة فلا يعقل مثلا تاجر عند زوجة وأبناء وخدم يروح الفترة لشهر يتعبد في غار واحدة هذه بصراحة أشوفها تجربة روحية خمس نجوم والتعبد الشديد والتجربة الروحية بذاك الوقت كان أن تترك كل شيء خلفك وتسوح في الأرض هل طبعا ما فعل أغلب من تصوف المعرفين في عصر محمد والتابعين؟ أما بعد الهجرة فلا يهتد أن نقول أن محمدا شرع منذ اليوم الأول في المدينة في إدارة شؤونها وهذه ليست مهمة نبي ينزل عليها الوحي في مغارة وسط الصهراء فمن أين له الوقت الكافي مثلا لأنها تصوف ويتعبد ويتحجد ثم يتفرغ لحكم مدينة تتسع بنفوذها يوم بعد آخر بسبب نشاطه وطموحه الكبير وبعد هذا يوميا هو بعد أن يتفرغ أن يأدي شؤون الدولة المدينة مالته يروح يأخذ جولة على زوجاته ويسهر الليل كلها بعد ذلك بعد هذه الجولة يسهر الليل كلها مع سلمان الفارس الذي قالت عنه عائشة مرة يكاد ينافسنا على محمد هاي روايات الموجودة يعني بس يبدو أنها روايات موضوعة الغاية منها المضالغة بالتبجير فقط والتنزيه والتخدير والله عن التملق المجاني وهذا كان شي طبيعي ذلك الزمان خاصة لمن يمتلك زمان السلطة مما سبق نخلص لأن محمداً كان أقرب إلى كونه قائداً علمانياً منه إلى قائد روحي ونقصد بعلمانياً هنا كل ما يتعلق بأمور الحياة والواقع وصراعاته وحاجاته وهذه هي الصورة العامة اللي جرى تأسيس الإسلام عليها حتى يومنا هذا ممكن نسأل أي مسلم عن أي أمر يقول لك أنا راح أبعد عن أحكام هذا الأمر مثل ما تسأل الفرنسي عن أي أمور يقول لك راح يسأل عن حكم هذا الأمر يعني لا فرق شو الفرق بين الشكلياً ماكو فرق بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الألمانية وهي نفس الشيء بالشكل العام أخصد مع اختلاف الزمن الفرق الوحيد أنه الألمانية نظام مختلف أنه يفصل الدين عن الدولة لكن الدين هو الدولة نفسه بالإسلام يعني بالعكس أحيانا الدولة هي دين أكثر من الدين نفسه أو ممكن أن تقول الإسلام هو دولة مباشرة بدون أن تقول أنه دين القصد أنه كل الجانب يعني لازم نرجع حتى نوضح الموضوع أكثر سأرجع للجانب الميثوسي القصصي في القرآن هذا المقارنة بين الحكم العلماني والحكم الإسلامي سيوضح أنه كل الجانب الميثوسي القصصي بالقرآن ويوضح أنه أيضاً جوانب الروحية المزعومة في الإسلام عموماً وأنها كانت منتحلة أما من التوراة أو الأديان المعاصرة المسلمين بزمنهم ومعوين العباسيين يعني كان ضروري يستعمل بهذا الشيء لأنه هذا الدين يعني يقلك هذا الدين وين الطقوس مالته وين الجانب الروحي فيه وين الجانب الوجداني الشخصي فهذا الفقر الروحي الشديد واللي تتصب بي طبعاً الروح البدوية كان نقطة ضعف خطيرة جداً انتبه إلها المحدثون الروحات مبكرة لكن بعد ما انتشار هذه السلسلة المتصوفة وأسماءهم اللامعة يجعوا الفقهاء بعد الرعيل الأول شعروا بأنهم ارتكبوا خطأ كبير في هذا التوجه لأنه بدأ يؤثر على الطعب العلماني الأرضي للإسلام يعني طابع السلطاني الآن أعود إلى المدينة حتى ما رح بعيد لأنها موضوع ثاني أعود للمدينة وأقول ماذا فعل محمد في المدينة؟ ماذا فعل محمد في المدينة؟ أنه لم يؤسس دينا في المدينة كل ما أسسه هو نظام حكم وهو أمر يعني طبعاً يفترض غير إلهي وما يخص الوحي ولا النبوة هنا قد رسول استخدام الوحي والقرآن والرسالة بأكملها كآدات لإدامة عملها ولإنجاحها واعتبار ولأطفاء الشرعية على كل ما يفعله فاعتبر نفسها بالضرورة قائد سياسي أوحد وكان الوحي هو المنشور السياسي الدستوري الذي تستنبر منه الأحكام وهذا الأمر اصطبغ بالإسلام حتى يومنا هذا أي أن محمد لم يؤسس دولة دينية إنما أسس دولة محمد نفسها وهذا الحال نفسه استمر بعد محمد وأصبح الدولة هي دولة قبيلة وأصبح الإسلام دين يحكم باسم القبيلة وليس باسم الله إلا إعتبرنا طبعاً أن الله اختار قبيلة ما وفضلها على بقية البشر كما هو الحال مع إله اليهودي يهوى وطبعاً هي موجودة أيضاً عند الشيعة يعتبرون أنه النسل الهاشمي المحدد بنسل الحسين هو النسل الوحيد المفضل وبعضهم الإخباريين بأن القرآن نفسه لا القرآن ولا أي شيء مصدر للتشريع ومصدر للدين باعتبار أنه هي القبيلة الهاشمية أو آل البيت هم المعنيين في هذا الموضوع والناس لا يفتهمون في هذا القضاء النتيجة أن الإسلام نظام شبه ألماني ليس بديني لم يفصل كل مسيحية بين الدين والدولة فهو لا يحتاج هذا أصلاً لأنه هو الدولة نفسها أي معنى آخر أنه لم يفصل الدين عن الدولة بل جعل الدين دولة مباشرةً واختزل كل شيء فيها منذ لحظة المدينة أو لحظة دخول الرسول إلى المدينة أي أن محمد لم يكن رجل الدين إنما رجل حكم وسلطان وهذا طبعاً ما فطن إلى زعماء مكة مبكرة وحاربوه منذ اللحظة الأولى ومنذ تلك الحادثة أصبح السراع السياسي ليس بين وثنيين ومتدينين ومتدينين إنما بين متدينين ومتدينين والوصف العام لكل ما جرى ويجري باسم الإسلام هو الصراع السياسي الذي لا نهاية له بين السياسيين والطموحين ولا دين هناك ولا إله ولا بطيخ هذه الأشياء وضعت لحكم المغلوبين والمدجنين كان العام في حضيرة الدين قبل أن أختم أتسأل هل بلد العرب دولة فعلة؟ دولة مؤسسات تنظر الجميع بعن المساواة بغض النظر عن مؤتقداتهم؟ دولة فيها أفراد إحرار عليهم الالتزام بقوانين المؤسسات الخاضعة نفسها للتغيير وقت الحاجة؟ الجواب كلا ما جرى هو بناء دولة على لمط القرون الوسطى دولة قبيلة وليست حتى دولة الدين وهذه الدولة خاضعة لأهواء وحاجات فحل هذه القبيلة وهذا طبعا أمر ما راح يسمح بناء دولة لأنها ستكون دولة لا تتولى حماية الرأية إنما حماية القبيلة بل طرق من فروح هذه القبيلة وهذا بالمناسبة التقليد ما زال معمولا به في جميع دولنا المحروسة بحرس الدين والإسلام العادل يعني الحنيف اللطيف وعليه هذا أدى لعدم وجود أفراد بيننا ولا مواطنين إنما أتباء لقبائل وعوائل وأدى أيضا إلى عدم وجود وطن إنما بستان أو دكان ولا تطور ولا تقدم ولا تحضر ولا تغير إنما حرق أيام ولف ودوران ولا يوجد كذلك وطن إنما بستان أو دكان ولا تطور ولا تقدم ولا تحضر ولا تغير إنما حرق أيام ولف ودوران أختم وأقول هناك من يطالب العرب والمسلمين بفصل الدين عن السياسة كما قلت أشرت إلى هذا قبل شوية لكن أرد على هذا الشخص وأتساعد وهل هناك سياسة بيننا الأديان والعقائد مستبدة بطوحها وهذه الاستبداد لا ينتج إلا دول مستبدة وهذه الخلطة الدينية السياسية الاستبدادية كلها ما رح تنجح بتشكيل إلا ما يشبه أصابات المافيا فداخلها ما رح تجد بها كيانات سياسية تصارع ما بيناتها على برامج سياسية وهو مجرد خلافات حول شخص الملك أو الخليفة سباب وشتم ونميمة فيما بينهم السياسة الحديثة تنوجد حين حين نجد داخل الدولة مفاهيم تعمل ضمن الفضاء العام أو المجال العام مثل مفاهيم مثل المواطنة الدساتير مجال الشيوخ والنواب أما هذه الأجواء الأجواء السلطانية الدينية المستبدة فلن تجد بها إلا النميمة والنفاق والمحكات أنت قلت كذا وأنا قلت كذا وفوق هذا كله كل هذه العملية تدور أين؟ ما تدور بالمجال العام إنما مجال خاص جدا داخل القصور وما تعني أحد غير سكان هذه القصور الفانية حسب تعبير الديني أشكركم للمتابعة وفي الحلقة المقبلة سأتناول مفاهيم الدولة والدين والعقيدة وهناك سأحاول إثبات بأن الإسلام ليس دينا حقيقيا إنما هو مجرد عقيدة ترتدي ثياب الدين فإلى الملتقى وأرف تحيوه أتمنى أن تضغطون على زر الجرس واشتراك في القناة لمتابعة كل جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر